الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر على من طغى وتكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا أمورنا يا رب العالمين أما بعد أيها السادة الكرام إن نعم الله على الخلق كثيرة ومننا الله على العباد وفيرة ولعل نعمة العيد من أعظمها وأجلها هذا وللمسلمين عيدان كلاهما يأتي بعد فريضة عظمى وشعيرة كبرى فالفطر يأتي بعد الصيام وعيد الأضحى يأتي في يوم النحر الموسوم في القرآن بيوم الحج الأكبر بعد إفاضة الحجيج من عرفات ذات الهبات وزلوفهم إلى منا ذات المنا ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق والحج بنسكه وشعائره وكماله وتمامه هو للخليل إبراهيم وآله المكرمين عليهم جميعاً الصلاة والتسليم ولم لا؟ وإبراهيم سيد أهل الشرعة وإمام أهل الملة قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالسير على أثره واقتفاء نهجه ثم أوحينا إليك صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً فما دخل إبراهيم عليه السلام أي اختبار أو ابتلاء إلا وحقق فيه النجاح الباهر شهد القرآن له بذلك فقال مولانا جل جلاله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن شهد الله له بذلك فقال وإبراهيم الذي وفَّى فاختصَّه الله من بين خلقه خليلاً فتخلَّلت المحبَّة شغاف قلبه فلم يعد في قلب الخليل مكانًا لغير الله وهذا صاحبه طيلة حياته منذ أول لحظةٍ في دعوته حتى وفاته فإبراهيم صاحب اليقين واليقين يجعل لصاحبه مكانةً عُظمى فصاحب اليقين في أمل إذا يأس الناس وفي رضاً إذا سخط الناس صاحب اليقين في أمانٍ إذا خشي الناس صاحب اليقين في ثباتٍ إذا اضطرب الناس صاحب اليقين أشبه بجنديٍ أوى إلى حصنٍ حصين معه طعامُه وشرابُه وسلاحُه وذخائرُه يرى ولا يُرى يرمي ولا يُرمى ولا يهمُّه صاحب اليقين لا يهمُّه ما يدورُ بالخارج من صخب الألسنة أو اشتجار الأسنة هو في حالة سكينة وفي حالة طُمأنينة هذه الحالة التي رافقت الخليل مُذَّعَ أباه فأغلَض القول له فردَّ الخليل بلسان أهل الثقة واليقين سلامٌ عليك سأستغفرُ لك ربي إنه كان بي حفية صاحب اليقين الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعَ أهل النجوم من عباد الكواكب فخوفوه وزجروه فقال وكيف أخافُ ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يُنزِّل به عليكم سلطانا فأيُّ الفريقين أحقُّ بالأمن إن كنتم تعلمون دعَ عبادَ الأصنام وأبطَلَ حُجَجَهُم وفنَّدَ مزاعمَهم بأقيسةٍ عقليةٍ لا مثيل لها فزجروه وعقَدوا أمرهم بقولهم حرِّقوه وانصُروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فوضع إبراهيم موضعًا حريجًا فابتلاه الله بنُصرةٍ غيبية ابتلاه نعم بنُصرة جبريل الأمين الموسوم في القرآن ذي قوَّةٍ عند ذي العرش مكين يفرح بهذه النُصرة عموم الأنبياء أو خُلَّص الأولياء لكن من اصطفاه الله لمقام الخُلَّة يرى الله هل في قلبِكَ غيري هل في فؤادِكَ سِوَاي فعلم إبراهيم مُرادَ ربِّه فجاء جبريل قائلًا مُطارِحًا مُساجِلًا أَلَكَ حَاجَةَ؟ قال أَمَّا إِلَيْكَ فَلَاهَ وَأَمَّا إِلَى اللَّهُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وطارَتْ عَلَى أَلْسِنَةِ الْأَوْلِيَاءِ وَالصُّلَحَاءَ عِلْمُهُ بِحَالِ يُغْنِينِي عَنْ سُؤَالِي ثُمَّ ابتُلِي إِبْرَاهِيمُ بعد ذلك بالولد الذي طالما حلم به لدرجة أن الملائكة بشَّرته فقال أبشَّرتموني على أمَّا السَّنِي الكِبر فبما تُبشِّرون فابتلاه الله يا إبراهيم خُذ ولدك إلى مكة حيث لا أنيس ولا جليس يا إلهي أين الشام الشريف من مكة زادها الله تعظيماً وتشريفاً فاستجاب لأمر ربه ووضع إسماعيل وأسماعيل وأمَّه عند دوحةٍ فوق زمزم ثم قفَّ راجعة فقالت الوفية هاجر أمنا المصرية الأبية الوفية يا إبراهيم آه الله أمرك فأشار برأسه النعم قالت الوفية أمنا هو إذا لا يضيِّعنا رضيت بالله لن يضيِّعنا الله ولن يخذُلنا نحن عبيده أبناء أنبيائه حفدَة أوليائه حفدَة الشرع الشريف وحملَة الشرع الشريف لن يضيِّعنا الله ثم نفذ ما معها من طعامٍ وشراب فجعلت تصعد الصفى وتهبط وتصعد المروى وتهبط ولم تجد شيئًا فجاءها الملك جبريل من أنت؟ قالت أم ولد إبراهيم قال فإلى من وكلكما؟ قالت إلى الله قال هو لا يضيِّعكم قالت هاجر لن يضيِّعنا فقال لها جبريل لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يُبنى يبنيه الغلام هذا الصبي حنانيك لا سنٌ تقطع ولا يدٌ تبطش لكنه سيبني البيت يبنيه الغلام وأبوه لا تخاف الضيعة فبحث بعقبه ففار الماء من تحت قدمه فجعلت تحوِّضه قال النبي يرحم الله أم إسماعيل لو تركت الماء لكان عيناً معينة فردِّدوا من أعماق قلوبكم فوحقه لأسلِّمن لأمره فوحقه لأسلِّمن لأمره في كل نازلة وضيق خناق موسى وإبراهيم لما سلَّم سلِّم من الإغراق والإحراق ثم بعد اللتي واللتية جاء إبراهيم وقد شبَّ إسماعيل فنظر إبراهيم بفطرة وغريزة وجبلة إلى هذا الذي طاوله وكأن إبراهيم قال في نفسه الآن تشُدُّ ظهري يا ولدي الآن تنصرني وتعينني على أمر دعوتي فهوتف من غيب الغيب أفي قلبك غيري؟ أفي نفسك سواي؟ وأنت الخليل إبراهيم قال بلسان وجده إلا الله قال فاذبح الهوى وانحر السوى فلما أسلَمَا وتلَّه للجبين نُوديَ يا إبراهيم قد صدَّقت الرُّؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ وَخُتِمَتْ قِصَّةُ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينَ بقول الملك العليم سلامٌ على إبراهيم فسلام الله عليك يا خليل الرحمن وعلى ذريتك الطاهرة نامت أعينٌ وسهرت عيون في أمورٍ تكون أو لا تكون فادرأ الهم ما استطعت إن حملك للهموم جنون إن ربًا كفاك بالأمس ما كان يكفيك في غدٍ ما يكون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وصلَّى الله على سيِّدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اليوم عيدٌ يا سادة مهما كانت الأحوال ومهما كانت الأشغال فافرحوا وأدخلوا الفرحة على ذويكم وأنفسكم فالله يحب أن يرانا في هذا اليوم وقد ملأ السرور قلوبنا وقد امتلأت قلوبنا بالسرور والهناء والحبور فافرحوا وتسامحوا وتغافروا واجبروا الخواطر يجبر الله لنا ولكم الخواطر أعفوا عن من ظلم وأعط من حرم وسامح كل من اعتدى والله من وراء القصد وفي نهاية هذه الخطبة تفضل سيادة الرئيس بقبول تهنئة العيد من فوق منبر سيد العبيد صلى الله عليه وسلم والتهنئة موصولة للقادة العظام وللأئمة الكرام ولسائر الأعيان ولأهل مصر الطيبين وللعالم بل للوجود كله وأسأل الله أن يجعل فرحنا بالعيد فرحاً موصولاً بالفرح الأكبر يوم قدومنا على وجه النبي السعيد الأنور وهو على نهر الكوثر ليسقينا بيده الشريفة شربةً هنيئةً لا ضمأ بعدها أبداً اللهم تقبل منا وقبلنا ولكل خير وفقنا ولا تفضحنا وأحسن ختامنا أجمعين إلهنا وسيدنا ومولانا لا إله لنا سواك ندعوه ولا مولى لنا غيرك نرجوه يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا سامع كل نجوى يا عظيم الإحسان يا دائم المعروف اللهم لا تجعل لنا حاجةً عند لئيم من خلقك واقض حاجاتنا كما هي في نياتنا وأنت بها أعلم فضلاً منك يا كريم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي المبارك وعلى آله وصحبه أجمعين كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 ورحمة الله وبركاته